معينا على التليفون المهندس محمد كامل مؤسس مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم محتاجين تدينا فكرة عن استراتيجية المدن الزكية والتحضر الأخضر يا فندم في البداية طبعا الاستراتيجية وطنية للمدن الزكية دي تم إطلاقها ضمن فعليات المنتدى الحضر العالمي فيه الفعليات بتاعته اليوم الثالث وكان طبعا لأطلقها السيد وزير الإسكان والمرافع والمجتمعات العمرانية المهندس الشريف الشربيني والاستراتيجية دي في المقام الأول بيبقى الغرض منها أن هي بتعزز قدرة الدولة على مواكد التحديات للحضرية السريعة وكمان بتضع أسس قصص قوية للتلماء المستدامة وده طبعا بيتاهم بشكل كبير جدا في دعم الانتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة كمان بيخلي أن الدولة بتكون أكثر تنافسية في العالم اللي هو متسارع اللي هو بيعتمد على التكنولوجيا والابتقار طبعا لما ديجي نتكلم على المدن الزكية من أهم أدواتها اللي بتعتمد عليها هو اللي هو التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامي وطبعا زي ما قلت لحضرتك أن هي بتهدر في المقام الأول إلى تعزز البنية التحديات تكنولوجية وتطوير الخدمات الزكية في القطاعات المختلفة زي التعليم والصحة والنقل والطاقة تم تخصيص جزء كبير جدا من ميزانية الحكومة لتحقيق عدد من المشروعات إن شاء الله اللي هنتم خلال الفترة اللي جاء منهم إن شاء عشر مدن مستدامة وطبعا إحنا لو إحنا تكلمنا على في المقام اللي فات أو في الفترة اللي فاتت إحنا كان عندنا مثال للمدن الزكية للمدن الجيل الرابع عندنا مثلا المنصورة الجديدة الجلالة العاصمة الإدارية الجديدة العالمين الجديدة كل دي مدن بنتكلم في مدن من الجيل الرابع المدن دي بتساعد بشكل كبير جدا أو لو بنتكلم في الاستراتيجية القومية للمدن الزكية المستدامة بالتالي بشكل كبير جدا في تقليل الانبعثات الكربونية ويدارة الموارد بفاعلية وبكفاءة وده بيانتك طبعا من خلال اللواء الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الزكية وطبعا يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث وكمان بتعمل على تعزيز الحكمة والشفافية وده طبعا ظاهر بشكل كبير جدا انه وإحنا بصينا كرول مودل عندنا العاصمة الإدارية الجديدة نحن فيه أجزاء كتير جدا موجودة في الحي الحكومي نتكلم مثلا في 50 أو 52% من السطح مثلا بنلاقي ان فيه سولار بانلز بنلاقي ان فيه اللي هي اعتماد على الطاقة المتجددة وكمان بنتكلم فيه منظومة إدارة للمخلفات بشكل متكامل في العاصمة الإدارية الجديدة